السلام عليكم ورحمة الله. طبعا شباب في هذا الفيديو البسيط راح نتكلم مقارنة ما بين الازيارة والكدنزة. بحكمنا من نفس الشركة الام. كلها سيارات كورية. طبعا شباب الازيارة طبعا تبدأ اسعارها الستاندر من تسعين الف الى تقريبا الفل مية واربعة وثلاثين الف شباب. تختلف اسعارها من وكيل الى وكيل تختلف ما بين المعارض ما بين الوكال. الكدنزة تبدأ برضو من سعارة من ثمانية ثمانين الف الى مية واربعة وثلاثين الف. من فئة الفل للفل. هذي متوسط على سعر شباب ما بين السيارتين وتختلف حسب الفئة سواء الستاندر ولا نصف فل ولا الفل. والأغلب يعرف اسعار السيارات. ولكن اعطيتكم بس المجمل. هذا من ناحية السير من ناحية المحركات يا شباب طبعا فيه اختلاف بين الأزيرة 2019 تيجي الفئة الستاندر وفئة النصفل بمحرك 3000 سي سي MBI يولد 251 حصان والفل الأزيرة تيجي تقريبا بمحرك GDI يولد 290 حصان 3500 سي سي طبعا كلها ثمان سرعة أما يا شباب مكينة الكادينزي يا شباب تيجي فئة الستاندر والنصفل 3300 سي سي MBI 270 حصان 6 سرعات أما فئة الفل GDI 3300 سي سي يولد 290 حصان من ثمن سرعات هذه من ناحية المحركات ولا سعار نيجي شباب من ناحية الشكل والتصميم طبعا الشكل والتصميم يا شباب هذه مسألة أذواك طبعا زمتوا بشايفين هذا الشكل الأمامي للأزيرة 2019 وهذا الشكل الأمامي لألكادينزي طبعا كلها تيجيك فل LED طبعا يتختلف من وكيل إلى وكيل طبعا الأزيرة طبعا حسب الوكلة فيه الوجدعي والمعلان والناغي في بعض تيجيك الشفاة الواطي صفر وبعض تيجيك العالي هالوجين عفوا صفر وبعض تيجيك العالي تيجيك زنن أو هالوجين وبعض تيجيك العالي زنن هذه فئة الفل الفل بالنسبة للأزيرة وبنفس الكلام لألكادينزي كادينزي طبعا الستاندر يا شباب زي ما انتم شايفين تيجيك وحين برشاشة موية وحين مبدون وحين تيجيك بحسسات وحين مبدون حسب الوكيل سواء إذا كانت خليجي أو إذا كانت سعودي والأزيرة تيجيك الستاندر كشفات عادية نفسها نفس الكادينزي طبعا يا شباب الكادينزي الفل الكامل طبعا تيجيك فل LED العالي والواطي والجيك كشفاته بلاك بيري الأزيرة نفس الكلام فل LED وعالي وزنن والكشفات برضو الجيك زنن الناحية الداخلية شباب تتميز الأزيرة يا شباب على الكادينزي أن الجيك فئة الستاندر فيها شاشة وفيها ساعة أما الأكادينزي السبعة عشر ثمانطعش ما كان يجيك فيها شاشة أما الآن صارت السبعة عشر صارت فيها شاشة ولكن بدون الساعة الرقمية اللي نفس موجود على فئة الأزيرة على جميع الفئات أكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي على الأزيرة وكل جميع أجمع على ذلك أما من ناحية المواصفات الفل والفل يا شباب فهي كلها تقريبا تتشابه في المواصفات كلها تميز تتميز هذه الداخلية الأزيرة الفل وهذه الداخلية الكادنز الفل تقريبا كلها ما شاء الله فيها شاشة نفيقيشن تبريد تسخيم مراتب بصمة أوتوهولد ووائل آخر كلها مراتب جلد نابا تطريز سكف بانورامي الجن طبعا أنتم عارفين على الستاندار يجيك تقريبا 17 إلى 18 على حسب الوكيل وتنتهي بالتساطعش الجنط في فئات الفل الفل وهذه شباب الفرق ما بين الكيه كادنزة وهذه طبعا هذه الخلفية الكيه كادنزة طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين هذه في الصور هذه الكادنزة طبعا تجيك الخلفية حقة الأزيرة بأنوار متصلة والكادنزة بتجيك بأنوار منفصلة وكلها تجيك أوكي شباب شكمانين خلفية والموترين يا شباب بشكل عام بطلة وماشاء الله تبارك الله يا شباب بالناحية الصرفية البنزين يا شباب فالزيرة تمشيك تقريبا 10.8 وتنتهي ب11.8 تختلف حسب السعر سواء 3000 سي سي أو 3500 الجدية طبعا كي ده 11.8 اللي مكنت 3000 سي سي لكل 100 كيلو وفئة الجدي آي 3500 سي سي تمشيك 10.8 أما الكيه كادنزة كل الثلاث فئات عشانها 3300 سي سي بس بحكم اختلاف الأحسنة هذه تمشيك تقريبا 12.2 لكل 100 كيلو أوكي يا شباب هذا الفرق بين صرفية البنزين وزي ما قلنا سابقا في قناتي الموترين طبعا صرفية البنزين متوسط سيئة جدا ولكن بحكم خبرتي ومعرفتي في صرفية البنزين فهي تعتمد على حسب دعسة رجلك رجلك طيبة على السيارة بتعطيك صرفية بنزين حلوة تشد على السيارة بتصرف معك متوسط ممشاها يا شباب بالنسبة للكدنزة والأزيرة تمشيك يا شباب داخل المدن من 650 إلى 700 كيلو داخل المدن والخطوط إذا رجلك حنينة أما إذا رجلك حار وتحط فضل على السبورت تقريبا تمشيك ما بين 550 إلى 600 كيلو وكده يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو شباب وهذه مقارنة سريعة ما بين الكييا كدنزة وما بين الأزيرة والموترين كلها بطلة